مرحبا اصدقائي كيفكم معكم نعمل قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بيحكي عن التحديث 12.4 وكل شي نزل فيه وكل شي تسريبات حصلت فيه فاذا انت اول مرة عند تشاهل الفيديو على القناة ياريك تشتريت فاعل زر الجرس وحط لاعك للفيديو وكتوب كومنت حلو ومشاهدة ممتع ولا تنسى اقوموا بالاتم شوب نيمو التسعة اول شي اصدقائي في كتير اشياء لازم نحكي عليها بهذا التحديث وكتير شغلات صارت بما انه لحتقرب نهاية السيزن وحصل الهاشتاك تبع ريب فورتنايت اللي انه الناس صارت انه بده تغيير بلعبة فورتنايت وهيك فالشركة الله اعلم شو هم تعمل هلا لانه لحجمع لكم كل شي ولحقلكم كل شي هلا صار وحصار وتغييرات كتير صارت باللعبة اول شي متل ما بنعرف احنا انه تم تأجيل السيزن من 30 اربعة لاربعة ستة يعني زودوا السيزن هاد من شهر او شهر واربعة ايام يعني ليش زادوا هالفكرة ما كنت افهم انه ليش هيك زودوا زودوا شهر واربعة ايام مدة كتير طويلة كل سيزن هاك عم يزودوا معنا السيزن وعم يعملوا بزيادة بالوقت وعم يزودوا شهر او شهرين على كل سيزن ما عم بعرف شو الفكرة من هالموضوع بس اليوم تحديث 12.40 نزل معنا كتير اشياء باللعبة من بيناتها اماكن جديدة واسكنات وستايلات وفتح استايلات جديدة باللعبة خلينا اول شي نبتدي بمنطقة الاجنسي منطقة الاجنسي اللي هي بوسط الماب متل ما بنعرف فالمنطقة اللي هي لح تكون اساس الافنت او اساس الحدثة اللي حيصير بلعبة فورتنات حاليا يلي حين هي السيزن هاي كل التوقعات بتقولوا التسريبات متل مو شايفين بالفيديو هدول هن المنصات اللي موجودين يلي لح يسحبوا مي تبع الاجنسي بلشوا يشتغلوا متل مو شايفين بلشوا يطلع وهج لونه بنفسجي والمي عم تقل من منطقة الاجنسي اللي هي بوسط الماب بالجزيرة المي كل ما لها عم تنزل ولو انت بتروح الى هداك المكان بتلاحظ انه المي عم تنزل وفي منطقة لونها بالنغامة اللي هي بيكون انه لسه جاي عليها المي ولسه مو نشفانة فانت بتلاحظ هذا الشي لو انت نزلت بهذاك المكان وشفت المي كيف عم تنزل المي كل ما اللي عم تقلوا هدول الاماكن او هدول الاشياء يعني تم تشغيلون وهلا حاليا اللون من جوا باللون بنفسجي وعم يطلعوا صوت خفيف جدا بس مو طالع امكان بالفيديو لاني انا مشان عم بحكي فمشان هيك هدول بلشوا يشتغلوا والايفنت بلش يقرب اكتر واكتر وخلينا نربط منطقة اجنسي بشغلة تانية اللي هي المنطقة ذا شارك اللي تحولت كل لياتها لسجن ومثل مشاعفين ها هي صور السجن عملوها مثل السجن تبع الشابتر القديم تقريبا انه دورين وهيك وبالنص فاختلف عن السجن تبع الشابتر القديم مثل مشاعفين ها هي كل الصور صار فيها ملعب وكل شي صار فيها اشياء كتير غريبة بس الشي الغريبة اللي هو يباين بهال منطقة ذا شارك وبعد ما حولوا لمنطقة سجن فيه منطقة منفردة موجودة لحاله وفيه منطقة فيها زنزانة فيها جدول مثل موزار امامكم بالصورة الجدول يوم 24 يوم البيتزا بعد منا فيه يوم عليه اكس يعني معلم وفيه عيد ميلاد يوم 5 او يوم 9 مكتوب مباين ايه يوم 9 مكتوب يوم 9 اللي هو يوم 2 تقريبا فهذا الجدول مو باين شو شغلته لحنا الجدول اللي احنا شفناه عن ديتبول وضح لنا بالاكس تبعه انه لحينزل سكن ديتبول فهي الجداول عم ينزلوه عم يكتبوا عليها اشياء فهذا الشي لحيدل على انه لحيصير شي بهاي القصة يوم 31 يوم 31 يوم 31 شو لحيصير الله اعلم فيه شغلة بدي يقول لكم عليها انه يوم 30 لحيكون عيد بلاد المغني المشهور اللي هو اللي احنا نزلنا تبعه سكن السكن المسرب اللي على اساس بنعمل له حفلة وسكن فلحد الام مو معروف شو الموضوع هم معدد على 31 محدد يعني يعني 31 عفوا فما بعرف شو المطلوب انه يكون يوم 31 او شو لحيصير يوم 31 متل مو شايفين هذا هو الجدول والزنزانة تبع المكان تبع الجدول فيه سجين وطالع من المنطقة ومكسر الحيط او مفجر الحيط وطالع هو من السجن تبعه او من المنفردة تبعه فلحد الام مو معروف شو توقعات هاي الصورة بمنسبة للزنزانة المنفردة والجدول اللي هو موجود امامكم بالصورة هدول اتنين مو معروف شو شانتو فهلا انا بس لح احكيتكن كتير اشياء ومبيناتن انه كيف تحصل الاشياء الموجودة امامك بالصورة يلي هي الباكبلينج الظهرية والبانر وعبارة سبري وشلون تحصلن هدول اشياء فاول شي خليني ورجيكن الاسكنات اللي تم فتح بهذا التحديث رح اترككم مع فيديو صغير وتشوفوا شلون شكل الاسكنات اترككم معروف شلون شكل الاسكنات وفيه كمان امامكم هي الصورة تبع البيستول او تبع الدابل بستول يلي هو الفرد الاتنين الكاتم يلي زهر امامكم بالصورة يلي هو اللي هيكون بتلتة الوان لون اخضر والازرق والبانر في لون الاخضر لحيكون وقت التعبية تبعه 3.15 ثانية واللون الازرع لح تكون 3 ثانية ولون البانرسجي لحيكون الواق التعبية تبعه او ريدوط تبع المغزن تبعه 2.85 ثانية فهدون هنين كل شي اللي حتنضاف بالنسبة للسلاح هدا هو الاسلاح اللي تم اضافته الاسلاح اللي حكينا عليه تبع مضاد الطيران ما نزل ولا نزله اي تسريب ولا اي شي بملفات اللعبة هلها تم اضافة هذا الاسلاح حاليا معنا بس باللعبة وفيه شغلة تاني كمان بالنسبة لهدون الزاهرين امامكم بالصورة اللي هو عبارة عن بانر وسبري والباك بلينج اللي هي الزاهرية متل ما بنعرف انه في نهاي بطولة على تويتش لحين بس يوم 17.4 ليوم 19.4 كله عليك لحتى تقدر تحصل هدول اشياء مجانا انه حساب الايبك تبعك يكون موجود على تويتش يعني تكون رابط حساب تويتش بحساب الايبك جيمز الخاص فيك لحتى تقدر تحصلهم كله عليك انك انت بتفوت على تويتش بهاليومين هدول او 3 ايام هدول بتتفرج على النهائي من يوم 17.4 لغاية 19.4 اي يوم من هدول ايام بتفوت وتتفرج على النهائي ما بعرف قديش المدى الصراحة ولا زاكرين المدى قديش على موقع ايبك ولا على اي موقع بس فوت انت مجرد ما انك انت تشاهد هاد النهائي ان شاء الله بتحصل هدول اشياء لازم تكون رابط لحساب الايبك بتوييتش لحتى تقدر تحصل هدول فوت بس تفرج على النهائي انت بهدول يومين او 3 ايام وان شاء الله بتحصلهم هيك قالوا كل الناس وكل المعلومات اللي قدرت جيبها لانه مو محدد قديش الوقت اللي لازم انت تقضي بالنسبة لغرفة مايدس اصدقائي غرفة مايدس متل مظاهر امامكم بالصورة صار عليها كتير تعديلات واشياء من بيناتها سكين الموزيل متل مظاهر امامكم بالصورة وفيه سكين لهذا اللي كان ب 1500 فيو باكس تقريبا ينزل بالسيزن السابع او الثامن ومتل مظاهر امامكم في صورة المهندسة الموجودة عالمكتب هلا صارت ظاهرة اكتر بجنب هذا تبعا الموسيقى ليك هزارة امامكم انتو ولو بتركز شوي على الشمال اكتر على هاي الصورة بتلاقوا الجهاز يوم القيامة موجود وعليه ضو هذا الشي بذل على انه خلص الجهاز اكيد موجود مية بالمية بغرفة مايدس وهو لاحيغير كل شي بالماب وهو لاحيكون الحدث عليه هلا هيك احنا اتأكدنا مية بالمية انه هو موجود بغرفة مايدس بعد التحديث لانه تم تعديل على الغرفة كتير بعد التحديث هاد طي غرفة مايدس قدامكم كل اياتها كل التعديلات اللي حستت عليها وفي مود جديد لحينزل معنا اللي هو ظاهر امامكم بالصورة مو ظاهرة كتير الصورة فيها اي بيانات او اي شي بس عبارة عن انه لحينزل عن تيمين التيم الاول اللي هو البشر والتيم التاني اللي هو الزومبي والزومبي بدي يحاول يضم البشر لإله والبشر بدي يحاول يقتل الزومبي هذا المود تقريبا اللي حينزل بالايام القادمة اللي وجد بعض الملفات فيه باللعبة انه لحيكون موجود ولحينزل هذا المود للعبة اللي هو زومبي وبشر اللي هو باسم الارزينيك او ترجمته يعني الزرنيخ هيك لحيكون اسم المود فهيك اللي انا بكون حكيت لكم كل شي عن التحديث اللي حصل فيه وتقريبا معظم الاشياء اللي حستت وفيه شغلة اخيرة اللي لحنا لازم نحكي عليها اللي هو سكن ديتبول سكن ديتبول اصدقائي ننزله لون جديد اللي هو ظاهر امامكم بالصورة اللون الفضي او اللون الرمادي يعني هذا اللون ننزله ان شاء الله لحيفتح معنا بتحديات الاسبوع التاسع لحنا ان شاء الله نستنى لبعد بكرة يوم الجمعة لتنزل تحديات ديتبول الاول ما تنزل بنشرح لكم ياها بتخلصوا التحديات وبتاخدوا هذا اللي ستايل حلو كتير انا بالنسبة ايلي حلو جدا هذا اللي رمادي يعني اضافة كانت رائعة على اللعبة او لديدبول يعني بشكل عام فهذا هو ستايل ديتبول الجديد ان شاء الله لح ينزل معنا واخر شي بدي احكي علي اللي هو تمت اضافته معنا اللي هو فانوس رمضان اللي زاهر امامكم بالصورة هاد فانوس رمضان اللي حينزل معنا هل اللي حيعطونا اياه يوم رمضان ولا اللي حيعطونا اياه هدية ولا حينزل بالايتم شوب مو معروف لحد الان شوه بس نوجد ملفات اللعبة وتذكرونها بشغلة ايبك جيمز بس بدنا السيرفرات اهم من هيك بنارات يا ايبك جيمز يعني السيرفر اهم من هيك شي فهذا هو كل شي معنا لليوم اتمنى يكون عجبك الفيديو سفدت من معلومات وشفت كل شي تسريبات بهذا التحديث اللي حصل اليوم فشكرا الى ازا انت كمت المقطع الاخر وكل الدعم بالعايتم شوب نيمو دسعة لو حاوب تدعمني وشكرا الى ازا كمت المقطع الاخر وبرعايت الله